خبر عاجل خبر اه مهم جدا مقتل اول جنرال بريطاني في غزة اه مقتل الجنرال الكزاندر توماس قائد كتيبة المهام الخاصة البريطانية المتخصصة في اطلاق المختطفين يوم امس في غزة اثناء عملية انتشال جثتين مجندين اسرائيليين كانوا في غزة كانوا في غزة وهذه تعتبر يعني خبر هام جدا ومقتل اول جنرال بريطاني في غزة وهو تخصص مهم جدا وهو جنرال المهام انتحياتي لكم والسلام عليكم خبر من اسيوبيا طبعا سد النهضة فشل فشل زريع ويعني الفلوس اللي استلفوها عجز في سداد مديونية سد النهضة طيب نسمع ماذا يقول التقرير سد النهضة يفلس اسيوبيا في خمستاشر سبتمبر الماضي احتفلت اسيوبيا بالملء الرابع لسد النهضة البالغ تكريفة خمسة مليار دولار كيوم انتصار مبين وبعدها قل من سلاسة اشهر علاقة رسميا تعسرها في سداد دفعة الديون بثلاثة وثلاثين مليون دولار لتصبح على شفير الدخول في نادي الدول المتعسرة بعد ان تنتهي فترة السماح القانونية البالغة 14 يوما الحكومة الاسيوبية ابلغت حملية سندات البالغة مليار دولار بتعزل الدفع لوضعها الهش بظل الانخفار الكبير في احتياطات النقد الاجنبي نتيجة تفاقم عجز الميزانية بشكل كبير اثر انفلات الانفاق الحكومي على مشاريع ضخمة لن تحقق عائدا سريعا وبالذات مشروع سد النهضة سد القرار بالاضافة الى استنزاف الموارد المحلية بديون الاسيوبية الخارجية كما في نهاية يونيو من ضمنها 15.3 مليار دولار من جهات التموين المعتمدة لاطراف مثل البنك الدولي وصندوق التنمية الافريقي واضاف اليها 7.7 مليار دولار من القرار الممنوحة من حكومات اجنبية بشكل مباشر واكبر من الصين بالاضافة خمسة واثنين من عشر من جهات اجنبية وثلاثة واثنين من عشر دولار من البنوك التجارية الفشل في سداد الديون يؤدي انهاء المحادثات بين الحكومة الاسيوبية والدائنين يوم الجمعة الماضية دي سبابه تحول منذ عام 2021 حصول على اعفاء من الديون وقد توسط الشهر الماضي الاتفاق مبداي من جهات الاقراض السنان مباشر بتجميل دفعات الديون الا ان نادي باريس للدول المقردها مهلا حتى واحد وثلاثين مالس مقبل للتواصل الاتفاق مع صندوق النقل الدولي وانه فانه سيعتبر انفاق تجميل الدفعات لاغيا وتصبح اسيوبيا ضمن الدول المتعسرة وهذا اه يعني اه زي ما انتم شايفين اه اه سد النهضة يفلس اسيوبيا ويجعلها من ضمن الدول المتعسرة وهذا يزيد من اه اه فوايد الديون ويجعل الدول والبنك الاهلي اه والبنك الدولي اه يعني يفكر الف مرة قبل اعطاء قروض لاسيوبيا وده اللي جابه سد النهضة سد القراب لاسيوبيا يعني اه اه في الهدي قد يؤدي الى فلاس اسيوبيا بشوفنا في بداية الفيديو نائب في البرلمان الاوكراني يقوم بتفجير سلاسة قنابل في مبنى مجلس احد القرى الاوكرانية مما ادى لعصابة اكثر من ستة وعشرين شخص هذا الرجل يعني اه نائب في البرلمان ولماذا فعل هذا الامر لا نعلم يعني لو واحد عادي نقوله ده واحد عادي لكن ده نائب في البرلمان الاوكراني اه هل بدأ اه يعني انقسامات طبعا في انقسامات في ناس ضد زلنسكي وناس مع زلنسكي والموضوع اه بقى اشتركوا في القناة